موسيقى نشرة الأخبار من الميادين وأبرز ما فيها مشروع البيان الختمي لقمة مجموعة السبع والسبعين والصين يدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي ويرفض فرض الإجراءات القصرية الوحدية لن نسكت على الاستمرار في هذا المسار الذي أرادوا أن نبقى فيه لا سلم ولا حرب وزير الإعلام في حكومة صنعاء للميادين السعودية طرف في المفاوضات وليست وسيطا وفي يدها قرار إيقاف الحرب على اليمن موسيقى خشية من عمليات للمقاومة عشية ما يسمى العياد اليهودية استنفار كبير لقوات الاحتلال في القدس المحتلة ومناطقها موسيقى أعداد ضحايا إعصار درنة في ليبيا إلى ارتفاع والحرائق تأتي على ألاف الهكترات في ولايات جزائرية موسيقى أهلا بكم أكد مشروع الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع والسبعين والصين الالتزام بتعزيز وحدة المجموعة وتضامنها من أجل تحقيق أهدافها مشروع البيان أعلن رفض الإجراءات القصرية الانفرادية التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية مشيرا إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل للنظام المالي المتعدد الأطراف وإلى تبني نهج أكثر شمولا وتنصيقا للإدارة المالية العالمية كما شدد المشروع على أهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب بما في ذلك الامتثال للاتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لبلدان الجنوب ولفت إلى عدم وجود خريطة طريق واضحة لمواجهة المشكلات العالمية الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وفي كلمته لدى افتتاح قمة السبع والسبعين والصين شدد على العمل لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكل العالم سنواجه تحديات في كل الدول من جراء معايير دولية غير عادلة وعلينا العمل على مستوى التغير المناخي إضافة إلى كل القضايا التي تهم الإنسانية ولا يمكن أن تواجه دول الجنوب الظروف غير العادلة والتي ستعاني في المستقبل أكثر بسبب هذه الظروف لقد وضعنا في لائحة أولويات هذه القمة العمل على المستوى العلمي والتكنولوجي والعمل على مستوى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكل العالم الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو دعا خلال قمة مجموعة السبع والسبعين والصين دول الجنوب إلى طلب المساعدة العلمية من الصين والهند وشدد على همية السعي إلى تطوير التكنولوجيا وتعزيز المعرفة والتواصل نحن كدول الجنوب نخطئ للخطوات نحو العالم المعاصر علينا أن لا نضع حدودا بين العلم من جهة والتكنولوجيا من جهة أخرى وأن نطلب المساعدة في مجال العلم من الصين والهند فأن حاجتنا للنفاذ إلى العلم والتواصل وشبكة الانترنت حاجة كبيرة وعلينا أن نتمكن من الوصول إلى التكنولوجيا لتعزيز المعرفة والتواصل من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن قمة الدول السبع والسبعين والصين أساسية ومن شأنها أن تدفع خطط التنمية المستدامة قمة الدول السبع والسبعين والصين أساسية ومن الممكن أن تدفع خطط التنمية المستدامة وتشكلت لمواجهة عقود من التهميش واللاعدالة صوتها أساسي بالنسبة للأمم المتحدة ونعتمد عليكم لمقاومة عدام العدالة والتهميش وأمام القمة دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إطلاق جميع الأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية معربا عن ثقته بأن مجموعة السبع والسبعين والصين ستدافع عن الشعب الفلسطيني وعلينا أن نتحرك الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 67 وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين كما ويجب إطلاق صراح جميع الأسرار الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني فإننا على ثقة لأن مجموعتنا هذه ستواصل دعمها لنا وسوف تستمر في الدفاع عن مجل ومبادئ بالمجموعة إلى اليمن حيث أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي في حديث إلى الميادين أن ذهب وفد صنعاء إلى الرياض ليس بناء على الدعوة السعودية إنما بوساطة عمان وأن زيارة وفد صنعاء هي لإبداء حسن نيات ونستطيع القول بأن هذا الذهاب لم يأتي استجابة للدعوة السعودية كما تحاول وزارة الخارجية السعودية أن تصور ذلك فهناك وساطة عمانية تقود هذه المشاورات وهذه المفاوضات بين الطرفين بين طرف صنعاء وبين طرف الرياض الذي أعلن العدوان على الشعب اليمني بقيادة السعودية ولذلك السعودية هي طرف في هذه المفاوضات وليست وسيطاً وليس الموضوع هو استجابة وإنما تأتي هذه الزيارة هي استكمالاً للزيارات المتبادلة التي ذهبت إلى مصقط واللقاءات في مصقط وكذلك وصول الوفد السعودي وإتيانه إلى صنعاء للمباحثات في أكثر من مرة فكان لابد من أن يكون هناك إبداء لحسن النواية وأن هناك أننا مستعدون للذهب في أي مكان ما دام وأن هناك التقاء مع الطرف الأساسي الذي يقود هذه المعركة كطرف لديه لديه القرار في إيقاف المعركة ولديه القرار في اتخاذ المجريات الشامي ألمح إلى أن هذه الجولة من المفاوضات قد تكون الأخيرة مشدداً على أن قضية إيقاف الحرب على اليمن هي في يد السعودية بالطبع هناك الطلب من الوساطة العمانية بأنها تريد هي عرفت وفي لقائها وفي زيارتها الأخيرة إلى صنعاء هي أبلغت بأنه ربما هذه الجولة من المفاوضات ستكون الأخيرة لأنه لا يمكن القبول ولا يمكن السكوت كما قال السيد القائد حفظه الله بأنه لن نسكت على الاستمرار في هذا المسار الذي أرادوا أن نبقى فيه لا سلم ولا حرب وأن تبقى موانئنا مغلقة مطاراتنا مغلقة مرتباتنا المنهوبة موجودة بأيديهم محاولة خنق الشعب اليمني هذا لا يمكن القبول به فعلى الإطلاق فلذلك كانت الوساطة العمانية تتحرك وفق هذا الإطار فذهبت إلى الرياض ومن ثم عادت إلى مصغط ثم أتى محمد بن سلمان بنفسه ذهب إلى يعني الهند ومنها ذهب عادة مباشرة إلى مصغط لللقاء هناك ولإبداء الرغبة وربما الاستعداد بأنه ستكون هناك حلول باعتباره طرفا في هذه المعركة نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من جنودها داخل مدينة القدس المحتلة ومداخلها استعدادا للاحتفال بما يسمى رأس السنة العبرية صحيفة يدعوت أحرانوت أشارت إلى أن الشرطة ستنشر خمسة آلاف عنصر من قواتها في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة والضفة الغربية والقدس وأوضحت أن هناك حالة السنفار كبيرة تسود صفوف قوات الاحتلال في ظل عشرات التحذيرات من حدوث عمليات والعمليات الفلسطينية وشبح الانقسام الداخلي لا يزلان يخيمان على المشهد العام في تل أبيب ولسيما في فترة العياد اليهودية تقرير منال إسماعيل عشية الأعياد اليهودية تحديان أساسيان تواجههما إسرائيل في هذه المرحلة جذبا كل الاهتمام في كلمات المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين والعسكريين التحدي الأول يتمثل في الانقسام الداخلي الحاد الذي تشهده إسرائيل وما يحمله من تبعات خطرة على وحدة المجتمع وتماسكه في ظل التحذير من تأثيره سلبا أيضا في الجيش الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي سيجلس إلى طويلة العيد لاستقبال العام الجديد في ظل صدع اجتماعي غير مسبوك لم تشهد إسرائيل أبدا وفي ظل توتر أمني أيضا في كثير من الأسراب في سلاح الجو هناك قادة لم يحلق منذ سبعة أسابيع وأصبح خارج الكفاءة كل يوم يمر تنخفض كفاءة سلاح الجو وهذا يلمس في الأسراب العملانية وفي مقر عمليات سلاح الجو التحدي الثاني يتمثل بالساحة الفلسطينية وما تحمله من مخاطر أمنية ولسيما في ظل عجل المؤسسة الأمنية والعسكرية عن مواجهة العمليات الفلسطينية بالرغم من أن مؤشر الإنذارات من تنفيذ عمليات كهذه آخذ بالارتفاع يوميا هذا العام هناك أكثر من 200 إنذار لدى الشباك بشأن تنفيذ عمليات في الضفة ومن ضمنها عشرات الإنذارات المركزة التي تحوي أمورا ملموسة وهذا يزيل النوم من عيون قوات الأمن جبل الهيكل سيكون بؤرة توتر مهمة في هذه الأعياد إلى هذين التحديين الأساسيين تضاف أيضا تحديات خارجية تتمثل في الساحة الشمالية والنووي الإيراني على أن تعهد المسؤولين الإسرائيليين تقديم الردود المناسبة للتحديات المختلفة التي تواجهها إسرائيل قابله تشكيك من قبل محللين ولسيما في ضوء استمرار الانقسام الداخلي وتوالي العمليات الفلسطينية والتقديرات باستمرار التوتر على الساحة الشمالية وإزاء إيران وتتابعون في هذه النشرة أيضا لكن بعد الفاصل كم يعين صواريخ كينغال الروسية أهلا بكم من جديد شارك المئات في تظاهرة احتجاجية في ساحة السير بمدينة السويداء جنوب سوريا المشاركون الذين جاءوا من قرى وبلدات المحافظة وخصوصا من صلخة وشهبة رفعوا رأيات طائفة المسلمين الموحدين الدروز ولافتات تدعو إلى التغيير السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254 كما رددوا هتفات منوئة للحكومة ودعية إلى تحسين الأوضاع المعيشية مؤكدين الطابعة السلمية لاحتجاجاتهم ومشددين على وحدة سوريا والسوريين 90% من الشعب السوري باتوا يعيشون تحت خط الفقر وذلك بحسب تقرير أممي يكشف النتائج الكارثية للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا من جنيف تقرير لموسى عصي إجماع دولي في مجلس حقوق الإنسان على رفض العقوبات الغربية المفروضة على سوريا واعتبارها انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان بالحياة الاعتراضات الدولية لم تصل إلى الجهات المعنية بهذه العقوبات الولايات المتحدة غابت عن الجلسة ودول الاتحاد الأوروبي اكتفت بالحضور من دون أي تعليق المقررة الأممية الخاصة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان زارت سوريا في خريف العام الماضي وأعدت تقريراً مفصلاً أكدت فيه أن العقوبات تحولت إلى حصار اقتصادي ومالي وتجاري كامل ما ساهم في انخفاض الناتج المحلي بنسبة 96% مما كان عليه عام 2010 وعشره العقوبات الأحدية تؤثر أولاً في النظام الاقتصادي فالبلاد تخسر المستثمرين وإمكان إيجاد علاقات اقتصادية ومالية مع دول أخرى مع الأخذ بالحسبان أن التحويلات المالية هي تقريباً معدومة وتالياً البلاد تخسر المدخولات والصناعة والناس لم يعود قادرين على تحصيل عيشهم وباتت البلاد تعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية وتنطوي أنظمة التدابير المفرادية القصرية المتعددة والواسعة النطاق على نية متعمدة لعزل البلد بصورة كاملة وخنق اقتصاده وعرقلة الجهود الوطنية للاستجابة بفعالية للاحتياجات الأساسية عشرات الدول اعتبرت في مداخلاتها أن هدف العقوبات هو إجبار الحكومات على تغيير سياستها ونكرر رفضنا التام لاستخدام تلك الإجراءات كأداد للضغط السياسي أو الاقتصادي على الدول تقرير سيدة دهان فالندم زاعم الاستثاءات الجزئية من العقوبات حتى بعد كارثة الزلزال التي حلت بسوريا مؤكدة أن حصول المنظمات الإنسانية الدولية على تصاريح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لشراء السلع يحتاج إلى ما بين ثمانية إلى ثمانية عشر شهرا ما لم تغضي عليه الحرب تجهز عليه العقوبات الغربية الناتج المحلي السوري قبل العام 2011 تجاوز المائتين واثنين وخمسين مليار دولار سنويا ونصيب الفرد منه أحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة دولارات أما اليوم فلا يتجاوز الناتج المحلي عتبت الأحد عشر مليارا فيما تراجع نصيب الفرد إلى خمسمائة وثلاثة وثلاثين دولارا موسى عسي جينيف الميانين أغلقت السلطات الليبية مدينة درنة حتى تتمكن فرق الانقاذ من مواصلة البحث عن عشرة ألاف ومئة شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع عدد القتلى إلى أحد عشر ألف وثلاثمائة وقد اشتاح الإعصار المتوسطي دانييل الأحد الماضي مدنا عديدة في شرقي ليبيا أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج إضافة إلى سوسا ودرنة إلى ذلك أعلن النائب العام الليبي الصديق قصور فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة ننطمن المواطنين لأن كل من أخطأ أو أهمل أو قصر مسبب في هذه الكارثة بالتأكيد ستتخذ ضد النيابة لجراءة الحازمة وترفع الدعوة الجينية بشأنة وتحيلة للمحاكمة وفي الجزائر اندلع حريق هائل في غابات منطقة الساكت بأقليم بلدة بيجايا وسائل علام جزائرية أشارت إلى أن مساحة النيران تتسع نحو المناطق المأهولة في عش الباز وبوليماط حتى الحدود مع بلدية توجا مدير الحماية المدنية لولاية بيجايا قمعنا إلى أنه لم يجر حتى الساعة تزيل أي خسائر بشرية أو مدية مشيرا إلى أنه جرى إخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديا لأي مخاطر أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر يحتجزه العسكريون الحاكمون لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن حصص غذائية عسكرية في الوقت الذي أتحدث إليكم فيه لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون جرى احتجازهم رهائنا في سفارات فرنسا العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في السادس والعشرين من تموز يوليو يمنعون عن هؤلاء الطعام والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية سأفعل كل ما نتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه السلطة الشرعية وأتحدث إليه كل يوم رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اللا قيمة للبيانات السياسية التي تصدرها بعض الدول التي لديها سجل تاريخي مظلم في مجال حقوق الإنسان والنساء كنعاني أشار إلى أن هدف هذه البيانات هو إثارة الفتن السياسية في البلاد بالتزامن مع إصرارها على مواصلة فرض العقوبات على طهران ولسيما أن هذه الدول ارتكبت أعنف الجرائم ضد مواطنها والأقليات والمهاجرين وليس لديها الحق في التحدث عن حقوق الإنسان في إيران وذرف دموع التماسيح على شعبها أطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على صواريخ كينجال الفرد صوتية وعلى مقاتلات استراتيجية وقد وصل كيم إلى فلادي فوستوك حيث استقبله شويغو وذلك غدا تزيارته مصانع طائرات حربية في خابروفسك حيث أبدأ إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية وفي المقابل أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين مستمرون في دعم أوكرانيا بالسلاح الرئيس بايدن سيلتقي الرئيس زيلنسكي في البيت الأبيض الخميس المقبل وهذا اللقاء يأتي في وقت حرج فيما روسيا تسعى إلى طلب المساعدة من كوريا الشمالية لأجل حربها في أوكرانيا وبعد الاجتماع الذي ينظمه الوزير أوستن للدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا الأسبوع المقبل سنستمر في تنصيق تأمين دعم أوكرانيا بالسلاح نحن نعد لحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وسيجرى الإعلان الأسبوع المقبل عن إرسال معدات عسكرية وأسلحة فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وروسيا بوتين يقول إن بلاده لا تشكل تهديدا لأحد فيما يحضر نائب وزير الخارجية الروسي واشنطن من مزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية على خلفية طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين تقرير غدير عبدالنبي من مدينة سوتشي الروسية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أن بلاده لا تمثل تهديدا لأحد وخلال لقائه نظيره البل الروسي أليكساندر لوكاشينكو رأى بوتين أن الولايات المتحدة تحاول العثور على تهديدات من الخارج وهي نفسها التي ترى أن الذخائر العنقودية جريمة تستخدم هذه الذخائر بأيدي الأوكرانيين إن أكبر تهديد يخلق في العالم اليوم هو من صنع النخب الحاكمة حاليا وبالمناسبة هم أنفسهم يتحدثون عنه قبل عدة سنوات قال وزير الدفاع السابق السيد جيتس على ما أعتقد إن أكبر تهديد للولايات المتحدة يأتي من المنطقة التي يقع فيها مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض القمة الروسية البلاروسية وهي السابعة منذ مطلع العام الحالي تأتي عقب قمة روسية كورية شمالية قبل أيام رفعت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد ودفعت لوكاشينكو لاقتراح التفكير بشأن تعاون ثلاثي بين بلاده وموسكو وبيونج يانج كان من الجميل رؤيتكم مع كيميرجون أونغ في قاعدة فوستوتشني الفضائية لقد كنا هناك معكم في وقت سابق وزرنا المطار الفضائي أعتقد أنه يمكننا أن نفكر بشأن تعاون ثلاثي في مجال الفضاء أعلم أن الكوريين لديهم اهتمامات كبيرة معكم وأعتقد أنه سيكون هناك عمل كبير لبيلاروسيا هناك وبينما تعزز موسكو علاقتها مع دول صديقة يتصاعد التوتر الروسي الأمريكي في ظل استمرار الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية المواجهة في أوكرانيا وتوسيعها أخيرا لتشمل أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا في المقابل عمدت موسكو إلى طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين من أراضيها لاتهامهما بالضلوع في قضية تجسس فيما حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف واشنطن من مزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية وفي الختام تذكير بعناوين النشرة مشروع البيان الختامي لقمة مجموعة السبع والسبعين والصين يدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي ويرفض فرض الإجراءات القصرية الأحدية بل نسكت على الاستمرار في هذا المسار الذي أرادوا أن نبقى فيه لا سلم ولا حرب وزير الإعلام في حكومة صنعاء للميادين السعودية طرف في المفاوضات وليست وصيفاً وفي يدها قرار إيقاف الحرب على اليمن موسيقى أعداد ضحايا عصار درما في ليبيا إلى ارتفاع والحرائق تأتي على ألاف الهكترات في ولاية جزائرية المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية موسيقى دمتم بخير موسيقى